أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَاعْرِضُ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ إِنْتَدَى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجذي الذين أساؤوا بما عملوا ويجذي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ آشاكم من الأرض وإذ آتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده وعلم الغيب فهو يرى أَمْ لَبْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذِرْ وَازِرَةُ مِذْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجُزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُوتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى مِنْ نُطُفَةٍ إِذَا تُبْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنَّا قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْرَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هذا نذير من النذر الأولى أَذِفَةِ الْآذِفَةِ لَيْسَ لَهَا نِذُونِ اللَّهِ كَاشُفَةَ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعُبُدُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ